لا شك بأن الجانب الأوكراني يسعى إلى أن تعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصريحات وإعلانا بأن كيف لم تسعى إلى صناعة القنبلة القذرة ولم تسعى إلى استخدام المواد المشعة في القنابل التي تستخدمها في الحرب الدائرة مع الجانب الروسي وذلك تفنيدا لإعلان الروسي والذي ظهر بشكل متواتر خلال الأيام القليلة الماضية عبر اتصالات مباشرة بوزراء الدفاع في بريطانيا في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في فرنسا وبالتالي روسيا تأخذ على محمل أجد هذه المعلومات لكن الحقيقة الموقف الغربي ربما يمكن تقسيمه إلى قسمين القسم الأول الذي يرفض جملة وتفصيل الإدعاة الروسية ويعتبرها أنها تمهيد لتصعيد ربما يكون قادمة من قبل القوات الروسية الحقيقة هناك حديث من وزير الخارجية الروسية عن موقف آخر من بعض الدول الغربية التي طلبت من الجانب الروسي تقديم قراء ودلائل على أن أوكرانيا بالفعل تحضر لمثل هكذا قنابل وبالتالي يمكن بعد ذلك الحديث حول هذه القضية في كل الحالة فإن الحقيقة هي أولى ضحايا الحروب كما تعلمين وبالتالي نحن نشهد حربا إعلامية سواء من قبل الجانب الروسي أو من قبل الدول الغربية ولكن المؤكد تماما وهذا ما تشير إليه الدول الغربية بأن هناك تصعيد قادم من قبل الجانب الروسي سواء من الإجراءات التي تتم على الأرض أو من خلال التصريحات بالنسبة للتصعيد كيف يمكن لموسكو أن تصاعد في حال ثبت بالفعل أن كييف اليوم انتهت من عملية إنتاج هذه القنبلة ما الذي ننتظره من موسكو؟ بالرغم من كل ما يقال غربيا من أن روسيا استخدمت الكثير من الأسلحة خلال الفترة الماضية لكن الخبراء العسكريين يعتقدون أن ما زال هناك الكثير في جعبة الجانب الروسي وبالتالي هناك مجالات واسعة للتصعيد ليس بالضرورة استخدام الأسلحة النموية التكتيكية وهذا ما حضر منه الكثير في الدول الغربية لكن هناك إمكانية حتى لاستخدام الأسلحة التقليدية ولكن التي ذات قدرات تدميرية كبيرة للغاية سواء للدفاع عن خرسون أو لاستهداف مدن قريبة من خرسون ميكلايف على سبيل المثال أو أوديسة أو غيرها من المدر والحواظر الأوكرانية هناك جانب آخر للتصعيد يتم الحديث عنه مؤخرا هو استهداف البنية التحتية وهذا حدث بالفعل خلال الفترة الماضية واستهداف قطاعات الطاقة واستهداف محطات الكهرباء وما إلى ذلك ولهذا نقطة أخيرة تأثير كبير على الحاضنة الاجتماعية للقوات الأوكرانية لأننا مقبلين على الشتاء والطاقة تلعب دورا أساسيا وكبيرا في هذا الفصل بالتأكيد فصل قاسي هو سيكون على أوروبا دكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية كنت معي من باريس شكرا جزيلا لك دكتور رامي ترجمة نانسي قنقر